نستطفف في ساعاتنا الإخبارية الدكتور صالح شقباوي أستاذ محاضر في الحقوق والعلوم السياسية مساء الخير وشكرا على الدعوة شكرا مساء الخير أهلا إذن بعد تصعيد الإسرائيلية الخطير بجنين وقت غزة القيادة الفلسطينية قالت أن التنسيق الأمني مها حكومة الاحتلال لم يعد قائما بعد الآن هل سيكون لهذا القرار ربما نتائج ملموسة على أرض الواقع؟ نعم يعني أعتقد أن وصول اليمين الصهيوني المتطرف إلى قيادة إسرائيل وتحويلها من دولة سياسية إلى دولة دينية يفرض على الأمتين العربية والإسلامية الاستعداد لمرحلة عصيبة وصعبة سيعيشها الشعب الفلسطيني وستعيشها المقدسات الدينية الفلسطينية والإسلامية والعربية وبالتالي فأن الحرب التي تخوضها الآن إسرائيل هي حرب دينية بكل معنى الكلمة وليس حربا سياسية وبالتالي فهي تسعى إلى تدمير مقدساتنا وعلى رأسها المسجد الأقصى الذي يعتبرونه أنه أقيم مكان الهيكل ما يسمى بالهيكل وبالتالي فنحن نخوض حربا دينية ستعصف بكل ما بنيناه فلسطينيا وبالتالي فإن هناك ارتفاع في منسوب الدم الفلسطيني الذي سيسفك على أيدي الصهاينة لذا المطلوب من الأمتين العربية والإسلامية الوقوف عن التنديد والعمل فعليا كما قال الرئيس عبد المجيد تبون نحن لسنا بحاجة إلى شعارات ولا بحاجة إلى أقوال نحن بحاجة إلى فعل يوازي هذه الحركة السياسية الصهيونية وهذا التطرف الصهيوني المتغول ضد الشعب الفلسطيني صحيح أننا كشعب فلسطيني نوثل رأس حربة متقدمة للدفاع عن حقوقنا الوطنية الفلسطينية ولكن على الأمتين العربية والإسلامية أن تساند هذا الصمود وأن تقف في وجه هذا التغول وهذا التطرف الصهيوني الذي يقوده بن غفير ويقوده سمود ذريرتش وبالتالي فنحن أمام مرحلة صعبة جدا خاصة وأن الصهاينة يدركون أن ربيعهم العبري هزم فوق سخور الجزار وفوق نهود الجزار التي تصدت لهذا العدوان الصهيوني من المغرب العربي طيب في ظل صمت الدولي المريب لما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة الاحتلال في حالة تأهب لشن المزيد من الاعتداءات الإرهابية هل تتوقع ربما مزيد من التصعيد الآن من طرف الاحتلال؟ نعم هناك اجدواجية في معايير التي تقفها منظومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن فانظر كيف ينظرون إلى الحرب في أوكرانيا وانظر كيف ينظرون إلى القتل وضمار الفلسطيني الذي ينتهجه الصهاينة وبالتالي فأطالب الكيل بمكال واحد لا بمكالين ثانيا ان هناك ايضا تطور يعني على الساحة الفلسطينية هناك تغول صهيوني وهناك انفجار في العقل الصهيوني الذي يريد أن يطرد الفلسطينيين وأن يدمر مقدساتهم وأن يزيل الوجود الفلسطيني اعتمادا على النصوص الطوراتية والنصوص التلمودية التي تقول أن الفلسطيني هو محتل وأن وجوده وجود عابر ويجب ازالته ولذلك يجب المطلوب أن ندعم صمود هذا الشعب وبقاء هذا الشعب وانتصار هذا الشعب وأنا أطمئن أيضا وأنا متفائل أن هذا التغول الصهيوني وهذا يعني الاندفاع الصهيوني نحو مزيدا من القتل للفلسطينيين هو في ربع ساعة الأخيرة التي سينتصر فيها ستنتصر فيها العين على الجلاد والمخرج على السيف وبالتالي فنحن في الربع الساعة الأخيرة من تحقيق انتصارنا وأنا أطالب أيضا عبر قناتكم السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى رأس الرئيس أبو مازن أن يدافع عن شعبه وأن يرسل فعلا قوات الأمن الفلسطينية كما فعل الرئيس الشهيد ياسر عرفات أن تدافع 40 ألف شرطي يدافع عن هذا الوجود وعن هذا الشعب وعن هذه المقدسات وبالتالي ليس مطلوب فقط وقف التنسيق الأمني يجب أن نستعد لمرحلة خوض معركة التحرير وخوض معركة الصمود وخوض معركة انبلاج الأمل الفلسطيني طيب تصاعد المقاومة في الظفة يربيك ربما حسابات الإسرائيليين إلى أي مدى تبدو المقاومة في جنين تحديدا هاجسا للاحتلال أخي العزيز جنين هي عارين الأسد وهي قلب فلسطين وبالتالي يعني أبشركم بأن هناك وحدة كلية مطلقة للشعب الفلسطيني وللفصائل العمل للوطن المسلح في جنين هناك في تحالف بين كتائب شهداء الأقصى وبين الجناح المسلح للجهد الإسلامي وبين حركة حماس وبين كل الفصائل الفلسطينية مصرة على أن المقاومة هي الحل وبالتالي فأن إسرائيل متخوفة من انتشار هذه الظهرة لذلك تحاول أن تقتلها في مهدها ولكن هيئات هيئات لقد انتشرت هذه الظهرة كما ينتشر ضوء إلى العتمة انتشر ظاهرة عارين الأسد وكتائب جنين إلى كل مناطق الضفة وحتى غزة تقف على أهبة الاستعداد وهي جاهزة لتقديم الدعم العسكري لإخوتهم في الضفة وفي القدس طيب هناك مطالب دولية لعقد مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في جنين برأيك هل سيستجيب مجلس الأمن لهذه المطالبات؟ الاستجابة مرتبطة بمدى حجم الضغط العربي والإسلامي في مجلس الأمن وبالتالي يجب أن نعي أن هناك زمن للمصالح يجب أن ترتهن المصالح الغربية وخاصة في حرب هذه حرب أوكرانيا أن ترتهن الحاجات الاقتصادية ومتطلبات أوروبية بربطها بمدى تحقيق حقوقها وموقفها من الشعب الفلسطيني لذلك أتذكر الله يرحم الشهيد القائد بوميديان عندما أخذ مع الملك فيصل قرار بوقف مداد النفط للغرب وأمريكا الكل بدأ يبحث ماذا تريدون فلماذا لا نستخدم فعلا مواردنا الطاقوية كـ 26 مليون مرميل يوميا من النفط العربي تذهب لماذا لا نستغلها لخدمة القضية الفلسطينية نعم أطالب أن تقف الأمتين العربية والإسلامية موقف حقيقي موقف تاريخي موقف شجاع وصادق وتتخلى عن التطبيع وتتخلى عن نظر إلى إسرائيل كونها دولة صديقة الإسرائيل دولة قاتلة دولة معتدية دولة غاصبة لا يمكن مننا أن نكون هو كيان في الأصل هو كيان نعم كيان صهيوني غاصب نعم شكرا لك دكتور صالح شقباوي أستاذ محاضر في العلوم في الحقوق والعلوم السياسية شكرا جزيلا على كل هذا الإثراء شكرا يا أخي بارك الله